اهلا بك يا شباب اليوم سوف اشرح لكم عن انوع البروتين وكيف استخدمها و اي ناس يمفعلها اي نوع بروتين وكيف استخدمها لذلك ان هناك شباب كثير من انوع البروتين تستخدموا اي اي او ممكن تستخدمه ام تا بالنسبة للناس الذين يتفعون عنهم افضل افضل بروتين لهم اللي هو الماس عشان فيه نسبة كرب عالية وفيه نسبة بروتين عالية ومعظم الماس بيكون فيه فات عليه تمام ده للناس اللي البيتابلزم عندهم عالية كتير ووزنهم صعب انه يزيد فده افضل بروتين ممكن يستخدموه عشان يساعد في الوزن بتاعهم بعد كده الوي الوي بروتين انا عن نفسي بستخدموه ممكن استخدموه بدل وجبة مثلا لو الصبح عندي بروتين ممكن استخدموه بدل وجبة عشان هو انتصاصه معتدل وفي نفس الوقت يعني مفهوش كربو مفهوش فات فانا بالنسبة ليه الوي والايزوليت يعني الناس اللي البيتابلزم عندهم ما بتحرقش كتير فالوي والايزوليت هو الوي ممكن تستخدموه بدل وجبة مكان مثلا مع الفطر الصبح تحط مع الشفال او في اي وجبة لو انت عاوست يزيد نسبة البروتين ومش عارف تاكو البروتين بكمية عليها في الايزوليت بعد كده الايزوليت افضل وقت الاستخدام الايزوليت هو نفس الشيء يعني لو فات وفوش كرب والبروتين بتاعه علي فافضل وقت الاستخدامه عشان هو سريع الامتصاص انا بحب استخدامه بعد التمرير مباشرة فده انواع البروتين طبعا في اي نوع كمان البروتين بسببه مش موجود عندي في الكازين ده بطيء الامتصاص ده ممكن معظم الناس بتستخدمه قبل ما ينامه بسبب الوقت الحالة مش عندي والاستخدمها مني يعني الحافر الجو ممكن قبل ما ي custody ما ايمنه فاذن ان تحملها اين الفان البروتيم فان لو اب どاخد لابد فانده مش کوئه بزيد ما لكنه ان carriageو عارف لهم ايمناته او المنز galaxى عن البروتين واعتابعة الطبض فانده هو الايزوليت او الايزوليت انا بائزوليت او الايزوليت احدا في الاس احالة ب�חرته فانده افضل بساندو من سرال سنن particulier شكرا